دانت وزارة الخارجية إطلاق ميليشيا الحوث الإرهابية المدعومة من إيران طائرة مفخخة تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة في استهداف متعمد وممنهج للأعيان المدنية والمدنيين وأكدت وزارة الخارجية في بيان وقف مملكة البحرين وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها لرجع كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها مشيدة بكفاءة ويقضة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة في الأجواء اليمنية دعيتني المجتمع الدولي إلى إدانة السمرار مثل هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تستهدف المملكة العربية السعودية وتهدد أمن واستقرار المنطقة